موسيقى أود أولا أن أشكر الرئيس الجزائري على حفاوة الاستقبال ونشكر باسم حكومة سلوفينيا وزيري الطاقة اللذين توصل إلى التوقيع على اتفاق مشترك بين مجمع سونتراك والشركة جيوبلاين ويتم بمجب هذا الاتفاق تزويد دولة سلوفينيا بالمواد الطاقوية أنا جد محظوظة بتواجدي بالجزائر فاليوم يوم عظيم بالنسبة لجمهورية سلوفينيا يوم تاريخي سيتم إمداد المواد الطاقوية لسلوفينيا وعليه أدعو مجمع سونتراك وشركة جيوبلاين للعمل سويا من أجل مستقبلنا المشترك أعتقد أن هذه خطوة هامة في تاريخ الشراكة بين البلدين تحددت مع السيد الرئيس عن مدى عمق الشراكة التي تربط بين بلدين نحن لا نعمل على تقوية تعاوننا لاقتصادي وحسب ولكن السياسي كذلك لقد انضينا اتفاقا اقتصاديا ونطمح إلى تعزيز علاقتنا فهناك الكثير من فرص الاستثمار يجب استغلالها مستقبلا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة نحن نفكر فعليا في فتح سفرة هنا بالجزائر والعمل سويا يدا بيد أنا ممتنة اليوم للجمهورية الجزائرية باسم جمهورية سلوفينيا ولكلا الوزيرين يمكنني القول أنني أتمنى لهم النجاح في هذه الشراكة من أجل مستقبل واعد في كافة المجالات إنها بداية استثمارات لفرص أخرى قادمة وشكرا اشتركوا في القناة